اشتركوا في القناة بالاهداف الاهلي سجل 11 والرجاء سجل 11 بدأت من 99 الرجاء كان فاس في القاهرة 1-0 وحصل تعادل في المغرب 1-1 كان محمد فاروق سجل للاهلي 2002 الرجاء فاس في الضر البيضية 2-1 كان جريندو وديالو وللاهلي احمد بلال في القاهرة الاهلي تقدم 3-1 واطمئلنا للنتيجة حميد ناظر كان سجل هدفه وشام بشروان سجل هدفين وخرج الاهلي بغربة شديدة جدا 2005 في مرحلة المجموعات بدور الابطال الاهلي فاز في القاهرة بهدف محمد شوقي وتعادلوا في كذا بلانكة 1-1 كان سفيان العلودي سجل للرجاء والنجم عماد متعب سجله للنادي الاهلي في الكاس السوبر طبعا فاكرنا مباراة قطر الشهيرة لما تقدم للرجاء عن طريق حميد احداد وفي الثانية الاخيرة من الوقت بدل الضاء نجح طهر محمد طهر في ادراك هدف التعادل ثم الاهلي فاز بركلات الترجيح لما سجل كل الركلات سبعة مقابل ستة لفريق الرجاء المغربي لما لعب الرجاء بص على الساعة واستفاز جامير النادي الاهلي وزي بقولتلكم ان الاهلي ما تضمنوش غير لما يركب الاتوبيس يطلع ويوصل للفندق كمان ربع نهاية 22-22 الاهلي فاز في القاهرة اتنين واحد كان عمر السلية من ضربة جزاء وحسين الشحات وكان محمد زريدة سجل الرجاء وتقدم الرجاء في كذا بلانكة 1-0 بهدف لفابريس نجومة لكن تفتكروا من ضربة ركنية محمد عبد المنعم سجل هدف التعادل يعني اه هدف الاتعادل والصعود يعني صعبة جدا 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 مباريات الاهلي والرجاء او ديربي الاهلي مع شمال افريقيا خصوصا المغرب تونس والجزائد